السلام عليكم اليوم عندي لكم قصة فيها ذكاء التحقيق قاضي ذكي يوم الأيام والكلام هذا كان في عام 2016 في ضواحي مدينة حمص السورية في أحد القرى صحة والصبح أهل القرية على وجود جثة داخل البئر عندهم بير في وسط القرية وفيه جثة بلغوا سلطات الأمنية حضروا المهم جاء رئيس الأمن اللي عندهم وانتشلوا الجثة وطلعوها حطوها جنب البئر منو هذا بولا هذا رجال عمره ستين سنة اسمه أبو محمد أو ما يسمونه أبو محمد الأعمى هو عمي وهذا محبوب جدا عند أهل القرية لا وأربعين سنة وأهم مؤذن وإمام مسجدهم وإنسان فقير جدا جدا ورجال مسكين ما عنده شيء زين يعني شلون طاح في البير يعني في ناس قالوا والله يمكن كان يتوضى في ناس قالوا والله كان يمكن يبي يشرب ماء وطاح لأنه أعمل المهم رئيس الأمن هذا بلغ رئيس النيابة في الموضوع كلفوا قاضي تحقيق ومعاه الدكتور أو طبيب الشرعي إنه ينتقل للقرية لشان يعينون الموضوع والجثة ويبقوا يشوفون شي السالفة حضر قاضي التحقيق مع الطبيب الشرعي فبدأ يحقق القاضي يسأل من وهذا قالوا والله هذا زين وطيب وحبوب وفقير جدا كان يعني فقير يعني موضوع ما في موضوع سريقة أكيد إذا هذا فقير ومعدم وبعدين إمام وخطيب أربعين سنة في القرية الكل عرفه وحبوب وما عنده أعداء وعمي يعني من وين لأعداء يعني قال لا لا ظاهر الموضوع عرضي يعني أكيد أنه كان يبي توضع وخصوصا لما حقق مع أهل القرية قالوا إحنا سمعنا صوت الأذان الأذان للعشاء يعني أهو أذن في المسجد وصلى فيهم لكن صلاة الفجر ما سمعناه يأذن ولا صلى معنا يعني تحديدا أنه طاح في البير قبل الصلاة يا أنه كان رايح يبي توضع مثلا وطايح ولا بيشرب ماي وطايح فقال موضوع يعني عربي لكن عرف أنه في عنده صديق وهذا صديق الوحيد اللي دائما يجلس عنده أبو محمد العمى اسمه أبو سعد قال جيبوا لي أبو سعد حقق مع أبو سعد قال يا أبو سعد أنت رفيجة وكذا متى آخر مرة شفت قال شفت بالليل تقريبا الساعة وحدة وحدة ثنتين كان قاعد عندي في البيت وجلس عندي إلى قبل الصلاة الأذان قبل أذان الفجر وحتى أنه ما توضع عندي كالمعتاد يجلس عندي يتوضع ويروح يأذن في الناس ويصلي لكن هالمرة قال لا أنا بروح توضع في البير القريب من المسجد علشان ألحق قال قاضي إذن صح التحليلي صحيح أن هذا كان ظهر يحاول يتوضى وسقط في البير خلاص الطبيب شريع طبعا أثناء التحقيق ومعها المصور الجناء يصور الجثة يصور البير شافه كم عمق مثلا قام الطبيب بنفسه يفحص الجثة يحاول يشوف يعني يقيس حرارة الجثة مع حرارة البير يبيحدد ساعة الوفاة بالضارط وكذا فبعد ما انتهى التفت عليه قاضي التحقيق قال ها خلصت قال قال ايه قال اكد انت تأيد كلامي ان الموضوع عرضي ما هو جنائي ضحك الطبيب الشريعي قال لا قال شنو قال ابي جوس معاك واشرح لك التفاصيل اللي انا وجدتها قال ايه الله تعال مستحيل يعني قال انا واضح يعني من العملية المبدئية انها ما في جناية قال لا انا اكد لك انها في جناية والدليل انه وجود ضربة اكسرت الجمجمة من الخلف يعني كأنه واحد ضربة مادة صلبة مثل حجر او عصة غليظة او من الخلف وكسر جمجمته وحتى انه اقتلها قابل حتى ما يرميه داخل البير قال شمتك قال لان الاوردة وجسد المتوفي ما فيه مياه من البير لان لو كان حي اثناء سقوطه داخل البير كان استنشق الماي وكذا ودخلت فيه رئته فما فيه لا كان ميت يعني قبل حتى لا يطيح داخل البير قال يعني انت تقصد ان اللي اقتل اقتلها برا وبعدين سحبه ورماء داخل البير قال ايه نعم قال لا الموضوع كبير شلون وليش وهذا يعني لا عنده فلوس لا عنده اعداء وعمي شبفي القاضي جن قال لا تاتا عطني كل التفاصيل اللي عندك الموم عطاه وكذا قال تقدر تحددلي ساعة تسمية تقريبا وقت الوفاة قال الساعة اربعة قال ايه نعم هاضي اربعة قبل صلاة يعني كان فعلا بيروح يصلي واللي ضربه ضربه ظهر اثناء مرور ابو محمد الاعمى بين البيوت رايح للمسجد فهذا شخص ضربه ورماء في البير زليش قام يدور هل احني فيه اعداء فيه واحد حاقد مثلا على ابو محمد سأل سأل حقك مع اهل القرية كلهم ابدا ابو محمد هذا حبوب قال لحظة شوي اذا ابو محمد حبوب واعمى فاذا فيه فيه شي من خارج القرية وخصوصا بعد ما اكتشف ان اهل القرية يعرفون ميزة عند ابو محمد انه كان يمشي بين البيوت ويعبر القرية ويروح ويجي وحتى ما يروح عند صديقة ابو سعد يروح وكأنه يشوف سبحان الله من كثر ما يدل الطريق يضرب العصى في الارض ويمشي يمشي حتى اللي يشوفه اول مرة ما يعتقد ان هذا احمع الا لما يركز يعني كان عنده قوة ذكاء وفيه كثير يعني من اللي الله يشفيهم ويرد لهم بصرهم يعني اللي يفاقدين البصر رب العالمين يعطيه موهبة الاحساس زيادة عن اللزوم سبحان الله فيصير يشوف بقلبه فهذا ابو محمد كان يمشي ويلف بين البيوت وكذا وهو احمى لكن اللي يشوفه اللي ما يعرفه يقول له هذا مستحيل اعمى كان اذن اهل القرية يعرفون ان هذا اعمى لكن الشخص اللي اقتله اكيد ما يدري ان ابو محمد اعمى يعتقد ان ابو محمد يفتح واكيد شوف شون تحليل يعني هذا من ذكاء القاضي شون حلل واكيد اللي اقتله كان مرتكب جريمة ومر عليها ابو محمد واعتقد انه شافه وخاف انه يفضحه قام واقتله يعني هذا الشخص اكيد ما هو من اهل القرية لازم انه يكون من بره القرية وخايف انه يفضحه ابو محمد اقتله لانه لو يعرف ابو محمد كان عرف انه هذا اعمى قال اذا شون تقصد يعني قال يعني اهل القرية ببراءة خلونا ندور واحد من بره القرية صاروا يسئلون اهل القرية في احد جاكم يعني الايام هذي احد زاركم اهلكم من جماعتكم في ناس غربائي دي شون القرية خصوصا في هالوقت قالوا لا ابدا حشلون شون عرف يعني من الغرباء اللي جوا في هالفترة هذي وما حد شاف يعني غريب ما حد عرف شي قال قاضي اذا دوروا لي منه من اصحاب السوابق من اهل القرية قالوا لا 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 مستحيل اهل القرية ناس طيبين وناس محافظين وما عندهم مشاكل وكذا الا في يعني واحد اسمه سمير هذا سمير الوحيد اللي عنده يعني قضايا قديمة وكذا مع انه ابوه انساو محترم لكن هذا سمير يعني سمعته تعبان سرقات وضرب واحتيال وكذا قال جيبوا ليه مسك سمير قال سمير انت وين كنت الليلة الفلانية قال بالبيت كانوا ابوي يدريو اهل يدرون قال ازين اه سمير اه انت شل تشتغل حين قال ما انا ما اشتغل بطال يعني ما عندي شغل قال انا شي خلك اني شوي طالع القاضي قال حقي الشرطة روح وفتشولي بيت سمير شوفولي يملك شي يعني عنده دراجة نارية مثلا مخبيها عنده اشياء ثمينة في البيت ابي عرف شنو وضعها داخل البيت قال اوكي جابوا اذن من نيابه وفتشوا بيت سمير انصدموا باللي لقوه داخل بيته لقوا قطع من الاثار وبعض التماثيل التراثية وكذا المشروقة يعني من الارض مخبية دائما مخبيهم هذا سمير عنده في البيت المهم قاله بس وصلنا خير قال القاضي حق سمير قال اش سمعيا سمير انت عارش شنو عقوبة الاثار انت عارف صح يعني عقوبتها شديدة جدا فلا تخليني الان اخلي قضيتك قضية اثار واقلب عليك الدنيا واحنا ترى صادرنا كل المسروقات اللي عندك لكن الموضوع مو موضوع اثار الان انت بعدين راح انتفاهم معاك على الموضوع لكن ابي منه الاشخاص الغرباء اللي يزورونك من خارج القرية سكت شوي سكت 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 قال اتكلم قال يا حضرت قاضي والله العظيم اني ما دريت ان ابو محمد الا الصبح لما قالوا الناس اني لقوا جثتها داخل بي استقنس القاضي قال ايه تكلم قال في اشخاص يعني هذول شغلتهم تهريب الاثار ويجون عندي في القرية لان قريتنا قرية محافظة ما عندنا مشاكل فيخبون عندي هالاثار وانا اخذ مثل العمولة فقط يعني فاليوم اللي انقتل فيه ابو محمد اهما كانت جايين عندي وانا ما كنت ادري بالسالفة لكن قالوا لي ان في واحد شافنا لكن ركضنا وراه وضربناه بحجر ورميناه في البير فانا قلت هذا منه وقال والله ما ندري ضربناه ورميناه قال اخوة انا ما لشغل فيكم انتم من اللي قتلت وانا ما لشغل انا بس اخبيك وما الاثار قالوا لا اوكي ما لك شغل يقول اليوم الثاني صبح عرفت انهم قاتلين ابو محمد قال هابس لانهم اعتقدوا ان ابو محمد يشوف مثل ما حلل القاضي بالضبط قال ان هذا الشخص اللي قتل ابو محمد ما يدري انه اعمى المهم ما لكم بطويلة دلاهم على المهربين والقوا القفض عليهم وعد ترفو بجريمة القتل انهم اهم اللي اقتلبوا محمد لان شافوه يعني مر اثناء ما كانوا ينقلون الاثار الى بيت سمير فاعتقدوا انه شافهم وراح يبلغ عنهم وشافوه سريع في المشي وما انتبهوا انه هذا اعمى فالحقوا بصخرة وضربوه من الخلف ولما سقط شافوه ميت خذوه ورموه داخل البيرو تم الحكم عليهم بالاعدام هم اربع اشخاص اما سمير تم الحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة اللي هو موضوع مشاركة او يعني انه ما بلغ عن جريمة وكذلك بتهمة تهريب الاثار وهادي نهاية صالفتنا وفهمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة